السلام عليكم معكم علي أهلا وسلم بكم درس جديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركت هذا الفيديو مع الأصدقاء لتعام الفائدة نتكلم في هذا الفيديو عن أحد الدروس الأساسية والمهمة في اللغة الإنجليزية Pronouns إذن الضمار بحالة Objective Case يعني بحالة المفعول به يعني تأتي بعد الفعل تابع معي نهاية الفيديو هناك الكثير من المعلومات التعلق بالضمار بحالة المفعول به وبعدها نأخذ أمثلة كثيرة وتدريبات تابع معي نهاية الفيديو تكلمنا في فيديو سابق عن الضمار بحالة الفاعل I, He, She, It أحفظه بهذا الترتيب We, You, They إذن من الأساسيات لكي أكتب جملة أو أتحدث يجب معرفة الضمار الحيب يرجع بالفيديو السابق رح يظهر معنا في الأعلى اليوم درسنا عن المفعول به يعني الضمار التي تأتي بعد الفعل I بحالة المفعول به تصبح Me I, Me He, Him, She, Her, It تبقى كما هي يعني بحالة الفاعل والمفعول به نفسها We, Us You أيضا تبقى كما هي You و It إذن تبقى بحالة الفاعل والمفعول به نفس الشيء They تصبح Them إذن They Them إذن لدينا هنا سبع ضمائر بحالة الفاعل بحالة المفعول به هو درسنا أيضا يكون عندنا سبع ضمائر إذن Me Him Her It Us You Them إذن كما قلنا نحفظ بهذا الترتيب Me الوحدة Him Her It Us You Them إذن بهذا الترتيب أول شيء يجب أن نعرف أن تأتي هذه الضمائر بعد الفعل مباشرة إذن بعد الفعل إذن بما أن اسمه Object مفعول به إذن المفعول به يأتي بعد الفعل مباشرة مثلا نأخذ الفعل Take Take خذ عندما نقول شخص خذ Take Give أعط لكن نأخذ Take مع جميع هذه الضمائر لكي نعرف كيف استخدم هذه الضمائر إذا قلت Take Me خذ نعرف Take نعرف فالتاك يأخذ لكن عندما أمر شخص أقول له Take Take me خذ ني يعني هل ني هذه بنهاية الفعل بالفعل باللغة العربية هو Me إذن Take me إذن خذ ني مثلا Give me Give أعط إذن أعط Give me أعطني أيضا هني هذه هي me Take me خذ ني طيب أريد أن أقول خذ هو أستخدم Take him كما قلنا Take خذ Take him خذ هو إذن هل ها هذه هي him Take me Take him نريد أن أقول خذ ها يعني البنت مثلا Take ها كما قلنا خذ ها إذن الضمير ها هو نفسه ها باللغة الإنجليزية Take me Take him Take ها إذن إذن نريد أن نستخدم لغير العاقل يعني غير الإنسان مثلا قطة نقول Take it خذ ها مثلا Take the cat خذ القطة بدلا الذكات نستخدم الضمير it Take it خذ ها لاحظ أيضا إذا كان مؤنث إذا كان مذكر مثلا كلب Take the dog إذن خذ الكلب إذن خذه معته it تأتي ها وهو يعني المؤنث والمذكر نستخدم it نفسها لكن للإنسان نستخدم him للمذكر here للمؤنث لكن it تأتي للمذكر وأنث بحالة المفرد نقول take take us كما قلنا take خذ take us خذ نا هن هي us take us لن نقول take we take us أيضا take you take you يأخذ كما نعلم you لها خمس ترجمات you أنت أنت المخاطئة المفرد إذا تتكلم شخص إذن مفرد يعني مذكر أو مؤنث أيضا يأتي ما ترجمتها أنتم أنتما وأنتن إذا كان جمع أيضا بحالة مفعول به نفسها لكن نقول take you يأخذ ك إذن you تأتي ك يأخذ ك يأخذ على حسب الترجمة هذه يأخذ كما و يأخذ كما و يأخذ كنا نفس you نفس الترجمة مثلا نقول take you يأخذ ك take you يأخذ ك نفسها لكن حسب المقابلي take you يأخذ ك take you يأخذ كما take you يأخذ كنا إذن نفسها you you للمخاطب مثلا نقول give you يعطي ك give you يعطي ك give you يعطي كما إذا كان اثنين give you يعطي كم إذا كان مجموعة give you يعطي كنا إذا كان مجموعة نساء أو مؤنث أيضا نقول take take them لا نقول take they هذا خطأ لأنه take فعل نستخدم نظمير بحالة مفعول به كمان كمان تعطي هم هما هن أيضا بحالة مفعول به take them يأخذهم إذن أو خذ كمان قلنا take خذ بحالة أمر نستخدمها take them خذهم هل هم هذه هي them take them أيضا خذهما إذا كان مثن اثنين يعني take them خذهن نقصد بها take them خذهم إذا كان مجموعة أولاد take them مجموعة إناث take them مثنة مذكرة أو مأناث أيضا them هي نفسها لغير العاقل يعني غير الإنسان إذا كان مجموعة قطط مثلا نقول take the cats take the cats بدلا كلمة cats نستطيع نقول take them يعني خذهن يعني خذ القطط إذن أول معلومة يجب أن نعرفها تأتي بعد الفعل مباشرة لاحظ take فعل give أيضا فعل no أيضا فعل المعلومة الثانية يجب أن نعرفها إذن هي ضمائر نسميها باللغة العربية ضمائر متصلة يعني تتصل بالفعل إذن ضمائر هذه me him her it us you them إذن نحفظها بهذا الشكل ونحفظ ترجمتها مثلا نقول they help يعني هم يساعدون ضمير مثلا نقول they help me يعني يساعدون they help him يساعدونه على حسب الشخص they help her يساعدوها they help it يساعدوه أو يساعدوه لغير العقل لغير الإنسان مثل كلب they help the dog إذن يساعدون الكلب بدل الكلب نستخدم it they help it يساعدونه يعني الكلب they help the cat إذن يساعدون القطة بدل the cat نستخدم it they help it they help us يساعدونا they help you يساعدوك يساعدوك نفسها نفس you إلى خمس ترجمات كما قلنا إذن they help you يساعدوك they help them يساعدوهم وهكذا إذن لاحظ they حالة الفاعل تأتي قبل الفاعل يعني بداية الجملة بعدها يأتي الفاعل وبعد الفاعل نستخدم الضمير مثلا they give me they give him وهكذا لاحظ الفاعل الفاعل يتغير يعني الفاعل ممكن يتغير بدل they ممكن نقول you ممكن نقول أحمد ممكن نقول عمر ممكن مارية على حسب the people الناس وهكذا أيضا الفاعل يتغير مثلا eat no وهكذا إذن هذه الضمائر بحالة المفعول به تأتي بعد الفاعل مباشرة إذن انتبه عليها تأتي بعد الفاعل مباشرة أيضا انتبه الضمائر هذه تأتي بعد حرفة j مثلا with with نعرف مع نقول with me يعني معي لاحظ هذه هي me with him مع معه إذن نعرف مع ضفنا him الها كما قلنا هي him with her مع ها with it مع ومعها غير الإنسان يعني with us مع ن لاحظ كما قلنا with مع ضفنا us تصبح ن مع ن إذن بهذا الشكل with you مع كما قلنا with مع مع ك with them مع إذن ننتبه تأتي بعد الفاعل وتأتي بعد حرف الجر بعد حرف الجر مثلا القول أيضا حرف الجر وهكذا to me إلي to him إلي to her إلي to us to you to them إذن أيضا الضمائر هذه تأتي بعد حرف الجر ننتبه عليها جيدا إذن بعد الفاعل وبعد حرف الجر لكي أركب جملة أو أتكلم بجملة نتذكر هذا الضمائر تأتي بعد الفاعل أيضا تأتي بعد حرف الجر كما قلنا with مع وهذه ترجمتها بحالة أو باللغة العربية تصبح لدينا أسهل بالاستخدام بهذا الشكل أنهينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا عن الضمائر بحالة objective case إذن بحالة مفعول به يعني تأتي بعد الفعل أو تأتي بعد حرف الجر من المهم جدا معرفتهم لكي يستطيع استخدامهم في اللغة الإنجليزية المحكية والمكتوبة وهي أساسيات اللغة الإنجليزية عندما أكتب أو أتحدث في اللغة الإنجليزية ضمار بحالة الفاعل أو بحالة المفعول به أتمنى أن قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر جرس ومشاركت هذا الفيديو مع الإصدقاء ووضع لكي الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته